اشتركوا في القناة وليس له آليات الاطلاع على الغيب بنفسه وإنما يطلع على الغيب بمن يحدث على الغيب ومن خلق الغيب اللي هو مين؟ الله سبحانه يعني ليه؟ لأن كثير من المثقفين يحكمون على أشياء وليست بأيديهم ولا في عقولهم آلة إدراك هذه الأشياء يبقى ليس المحقفين نتكلم الآن مش بس إيمان لا نتكلم عقل انت الآن لو واحد قالك أنا شفت ناس في موجودين ناس في الأمر ليهم أربع رجول وأربع رؤوس وأربع يدين وهم بيمشوا فيها ينطوا ما بيمشوش على زي ما احنا بنمشي طيب هل عندك من علم بهذا؟ لا طيب جابوا منه؟ جابوا من دماغه طيب وهل دماغه دون؟ وصلوا إلى هذه المعلومة الصحيحة؟ لا طيب يبقى كل شيء يفكر به العقل فيه تصور غيب معين ليس عنده علم به فهو ضلال طيب معايا وانا ايه؟ ولذان اذا وجدت احدا اذا وجدت احدا يقول ان مفيش عزقة ماشي؟ ويحكم بعقله قل لهذا لا يفهم شيئا في الحقيقة واذا وجدت احدا يقول ليس هناك اخرة ولا بعث يبقى ايضا ايه؟ ليه؟ قال لأن الذي خلقه هو الذي ينبئ يب احنا ما عندناش ما عندناش ان لا طريق واحد لمعرفة الغيبيات معرفة الغيبيات هو مين؟ رسول الله ورسول الله ينبئ عن مين؟ فاذا صح الحديث عن سيدنا رسول الله لأن هناك عذاب قبر وان لم يتخيله العقل نقول هناك عذاب قبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وان لم يستعصره عقولنا ليه؟ قال لأن عقلك لا يستطيع ان يتصور كل الحقائق الموجودة في القوة فهناك حقائق موجودة ولا يستطيع العقل ان يتصورها بل ان الله تبارك وتعالى جعل تصور الحقائق الموجودة نسب عقلية فمن الانكاد انك تعرف انت اللغاريتمات وتفهمها صح واحدين ما يعرفش اللغاريتمات وتيجي تفاهمه مع درجة ليه؟ دماغه لا يستطيع ان يتحمل هذه الأشياء مش كده لايه؟ يبقى لابد ان احنا نفهم قاعدة كده لا يستطيع ان ينبئنا عن الغيب إلا صاحب الغيب فصاحب الغيب هو الله ارسل محمدا فنبدال فاذا صح الحديث عن الله واذا صح الحديث عن رسول الله بوقوع غيب وان لم يتصوره عقلنا قلنا امنا به كل من عند ربنا